أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الاهتمام الذي توليه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية وتعد المنطقة لتكون مقرا للصناعات التكنولوجية والصناعية المغذية والمكملة لمشروعات الوقود الأخضر وخلال استقباله وفدا لجمعية سيدات الأعمال الألمانية أعلن جمال الدين البدء قريبا في أنشطة تموين السفن والاستعداد للتموين الأخضر بحلول عام 2026 وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية على أهمية المقاومات التي جعلت من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة الاستثمار في مختلف القطاعات ونقطة محورية في مسار التجارة في العالم نظرا لموقعها وامتلاكها لحوالي ستة موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط